وقت العمل لتكريس الالتزامات وكل ما سبق وصرحت به خلال الحملة الانتخابية إصلاح دستوري عميق مراجعة قانون الانتخابات وحكومة شابة هي العنوين العريض للتغيير السياسي الذي وعد به نزيل قصر مرادية الجديد عبد المجيد تبون في أول خرجة إعلامية له بعد انتخابه رئيسا للبلاد بنسبة 58.15% واشت لتعديل الدستور بمشاركة المختصين وأهم الإصلاحات حسب متابعي شاني سياسي ستتمحوى حول أنا أعتقادي أن الإصلاح الدستور يجب أن يرتبط بالفعل الوطني سواء في الجانب الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي واعتقادي أن هذا هو التركيز الأول الذي سوف يتضمنه الإصلاح الدستوري وأن يتكرر أن الدستور يصنع فقط على مقاس شخص معين بل الدستور يكون لرئيس الجمهورية الجزائرية لسنوات ولعقود فصل المال عن السياسة ستكون تحت مجهر رئيس الجديد بمراجعة قانون الانتخابات وحل المجالس المنتخبة بعدها تحصيل حاصل كفاءة الوطنية كانت ضحية قانون الانتخابات قانون الانتخابات الذي كان يعطي للمال الأولوية في الوجود في مؤسسات الدولة المنتخبة وهذا وعد أنه لن يتكرر مستقبلا ووزارة حكومة تبون سيكونون في العشرينيات من العمر التشبيب سيكون شعار رئيس الجديد أصلا هو طموح وبالتالي طموح هذا يجب أن يرافقه عمل ميداني يجب أن يثبت أنه يستحق هذا الطموح واتقادي أن الشاب له هذه الإرادة وهذه القدرة وكفاءة شابة كثيرة قادرة أن تفعل هذا ذلك هذا ويتعهد الرئيس الجديد بمواصلة الحرب على الفساد والمفسدين ومد جسور الحوار مع الجميع بما فيه الحراكة بعادة الثقة مع المواطن وبناء جزائر ما بعد اشتركوا في القناة